موسيقى موسيقى المؤتمر هو ملتقى رابع الهدف منه تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات والفتيات أي ما يخص المرأة المصرية طبعا فيما تحقق من إنجازات على المستوى التشريعي والمستوى المؤسسي في ظل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحققات المرأة منجازات واعترافا منها بأن المرأة تمثل نصف المجتمع كما أنها مسؤولة على النصف الآخر فهي تقوم بالعديد من الجهود ولها حق التساوي في كافة الحقوق التشريعية الهدف من المؤتمر هو أن نقدم الدعم للمرأة ونفسح لها المجال لتكون شريك حقيقي وأساسي لبناء المجتمع يتمثل دور الدولة في دعم المرأة أولا فيما يخص التشريعات طبعا الدستور المصري خاص المرأة بتشريعات كما خاص المجلس القومي للمرأة بجهة استقلالية أيضا كما خاص نسب عضوات مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتمثيلها سياسيا على المستوى البرلماني وأيضا على مستوى المؤسسات الحكومية وأيضا على مدى نسبة تمثيل المرأة في كافة الجهات النقابية والبرلمانية دي كله يعتبر حق للمرأة وتدعم وتوضع وتزيي فيه المرأة للحصول عليه خدمات متعددة يعني أولا من الخدم المنحة الوظفية خدمة وظفية من ناحية الدعم والمساعدات الأسرية موجود دعم أسري من ناحية الغريمات في السجون من ناحية السجينات ومرأة أطفال السجينات من ناحية العملية التعليمية من ناحية الخدمات الصحية لا يوجد تمييز في حصول المرأة على خدماتها داخل المجتمع معانا في هذا الملتقى الجميل وده معناه أن الإعلام دايما موجود في قلب الحدث فشكرا لنا حضركم في الحقيقة أنه التوجهات العامة حتى في الدولة الاهتمام بالقضايا المتبطة بالمرأة ورعايتها وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي النهاردة إحنا بنعمل الملتقى الرابع يعني العام الرابع على التوالي إحنا بنقدم هذا الملتقى تحت عنوان الدعم النفس والاجتماعي للمرأة والفتيات في كافة المجالات ده معناه أيضا أن إحنا مهتمين كمؤسسات مجتمع مدني باعتبار للنهاردة إن كان هذاك شفت داخل القاعة مجموعة من رؤساء مجالس إدارات الجامعيات الأهلية المتنوعة الموجودين على مستوى القاهرة مش بس حلوان بيشاركوا بأوراق عمل وبيقدموا رؤاهم كيف يمكن تقديم الدعم الكامل للمرأة من النهاية النفسية والاجتماعية وبنطلع في الآخر بمجموعة من المقترحات اللي إحنا إن شاء الله نعمل على تنفيذها ونقدمها للمسؤولين النهاردة شفت حتى ممثلين من وزارة الداخلية ممثلين من وزارة التضامن هذا الملتقى بالمناسبة سيادة الوزيرة الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن مبارح بس بعتت لنا إنها تخط هذا الملتقى تحت رعيتها وده معناه أعلى مستوى من الاهتمام من الدولة بمثل هذه اللقاءات المهمة في الحقيقة إن وزارة التضامن بقى لها فترة ليست بالقصيرة مقدمة مجموعة متنوعة ومتخصصة جدا من البرامج والأنشطة في مجموعة من البروتوكولات السنائية والسلسية حتى إحنا قلنا إن وزارة الداخلية معانا وموجودين أخصين اجتماعيين ووزارة التضامن بتوفر حتى دار الإيواء والرعاية للمرأة المعنفة أو الفتيات المعارضات للخطر وبتعمل تعاون مع منظمات المجتمع المدني ووزارة الداخلية عشان تصل إلى أماكن تواجدهم وتقديم النصح والاهتمام بيهم ثم إدعهم لفترات طبعا بتتراوح ما بين الفترات القصيرة الطويلة حسب كل حالة الأهم كمان إحنا النهاردة عندنا أرقام ممكن لكل الناس يقدروا يتواصلوا عاها في أرقام في وزارة التضامن وفي وزارة الداخلية يقدروا يتواصلوا معاهم من أي شكوى وفي سرية تامة والأهم من كده كمان من وجهة نظري إن هذه الليجان اللي بتعمل فيها متخصصين من الخدمة الاجتماعية ومن علم الاجتماع ومن علم النفس يعني أسادزة أكاديميين وخبراء بيقدموا الدعم العلمي المتكامل للمرأة في كافة جوانبها والله النغمة غير مقبولة لما نعرف أنه مش بقى دكتورة ومحمية وأستاذ الجامعة ده بقت رئيس الدولة وبقت رئيسة وزارة وبقت وزير الدفاع وما أدرك وزارة الدفاع فمعنى أنه يبقى فيه ثقف إن سيدة تتولى هذه الحقائب المهمة جدا ده معناه أن المرأة لا تقل أبدا أبدا عن الرجل في قدرتها العقلية وفي قدرتها على القيادة والريادة إنما نظرة بتاعت بعض المجتمعات يعني يقولك أن المرأة يعني لم تخلق لمثل هذه الأعمال لكن هذا التصور اختلف تماما في الأوينة الأخيرة وحظرك لما تشوف في مجلس الشورى وتشوف في مجلس في النواب أو الشيوخ تشوف علماء أفاضل بيقدمه يعني عايز أقول أنه الكلام ده أصبح كلام مستهلك فقط لكن الحقيقة والواقع النهاردة طب أقول لك حاجة معلومة للعاملين في وزارة التضامن احصروا عدد النساء العاملات في وزارة التضامن حنلاقي إحنا بنتكلم فوق الـ 80% من العاملات في وزارة التضامن من السيدات لو أنا على مستوى الشخصي وأنا أستاذ في الجامعة الأساس في الجامعة عندنا السيدات كلية الخدمة الاجتماعية عدد أعضاء هيئة التدريس بنتكلم فوق الـ 200 عضو هيئة التدريس بنتكلم فوق 150 أستاذة وبنتكلم فقط في حوالي 40 أو 40 دكتور زكر أنا عايز أقول أنه الكلام ده معادش ينفع لأنه المرأة حينما توضع في أي مكان تستطيع أنها تنجز ويبقى لها دور فاعل جدا والعكس هي عندها قبولة عندها قدرة على التحمل النفسي أكتر من ربع شوية فده بيدينا الفرصة أن احنا نديها كمان في المشتقبل إن شاء الله أماكن أخرى ونساعدها وندعمها النهاردة في الملتقى بنتكلم عن الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة وطبعاً الدولة لها دور وخصوصاً وزارة التضامن سيدة الوزيرة نفين الكباش بتقدم كل الدعم النفسي للسيدات والفتيات في المجتمع وبصراحة هي ما بتتأخرش على أي حاجة أو على أي وسيلة إن هي تقدر تساعد وتقدم بها الدعم ده لسيدات والفتيات المجتمع وبنعمل معارض للأسر المنتجة وبنقدم إرشاد للأسر وإزاي إن المرأة تقدر تراعي أولادها وإزاي التعامل معاهم في سن المراكة وسن الطفولة وخصوصاً لو المرأة عندها مشاكل معها مثلاً في بيتها كأسرة إزاي نحن نقدر نوعيها إزاي تصرف في مشاكلها الأسرية والزوجية وإن هي تقدر لو عندها طفل معاك تتعامل معها إزاي لو عندها محاقية الوحيدة أو المعيلة للأسرة بتاعتها إيها تقدر تجيب فلوس إزاي لنفسها فبنعمل لها ورش وتدريب إن هي تتعلم مهن وحراف جديدة تقدر تساعد بيها نفسها والدولة بتقدم لها كل كافة الاحتياجات اللي هي بتخص الموضوع ده إن هي تشجعها تكون دخل ليها والأسرتها وكمان الجامعة بتعمل ندوات تسكفية وتوعوية للسيدات والفتاة في المجتمع تعيون بحققهم ودورهم الاجتماعي وطبعا ده إحنا ما نقدرش نركنه لأن السيدة النهاردة أصبحت ليها دور مهم وكبير جدا في دولتنا وفي مجتمعنا بنشوفها في كل مجال نكحة ووصلة أو عندنا نموذج نموذج هام جدا طبعا دكتورة نيفين هي دلوقتي بتمثل وزارة التضامن فهي السيدة النهاردة بتقدر نشوفها في المحكمة في وزارة محامية إعلامية في كل المجالات بتقدر تشتغل فإحنا لازم كدولة إحنا بنقدم لها دعم كل الدعم اللي هي بتحتاجه في كل حاجة يعني إن كان دعم مادي نفسي معناوي في دخل يعني عندنا زيوح تأيجات خاصة أي سيدة محتاجة أو أي حد محتاجة أي حاجة في الجمعية بنحاول إن إحنا نخدمه فيها إحنا بارح كنا بنزلين بالفعل الناس اللي كانت تقدم يعني إن هي محتاجة مساعدات بالفعل رحنا وبحسنا وشفنا حالاتهم المادية وهما محتاجين إيه والحاجات الطلبات اللي إحنا لهم ما محتاجينها إحنا بنحاول إن إحنا على قد ما قدر في الجمعية إن إحنا نوفر الحاجات دي ونعملها لهم زي مثلا نحن نحتاج فلوس وفيه الناس محتاجة حاجات مادية ومعنوية كل حاجة إحنا بنحاول نوفرها على قد ما نقدر في الجمعية عندنا الأطفال اللي هم زيوح تأيجات خاصة بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا جايبن لهم مدربين لو فيه أطفال محتاجين إنهم ياخدوا دروس بنعمل كده بالفعل أي حد محتاج حاجة مثلا يتعلم أحو أمية عملنا كده بالفعل وإحنا بنساعدهم ده كله إحنا بنعمله في الجمعية الجمعية عندنا مش كل حاجة في فلوس إحنا كل حاجة بنحاول أن نخدمها أقوى في الحاجات المعنوية أكتر عشان إن إحنا لوجه فلوس كل حاجة إحنا بمحتاجين تاني فإحنا بنحاول إن إحنا نوفرهم حاجة معينة تدخلهم داخل أكتر من الفلوس إنه هو زي مثلا مكان محتاجين مكان حد يعمل الميليات هند ميت الحاجات التي كل إحنا بنوفر عندنا في الجماعية ودوات اللي هم بنعمله فيه آه إحنا ده كله متخاصصين فيه اللي احنا ده كله مساعدتنا احنا احنا كطلبة احنا بعد ما نتخرج ده اللي احنا نشتغل فيه يعني دوت من التخصص بتاعنا في الكلية فعلا ان احنا لازم نكون ان احنا بنساعد او بنوفر الاحتياجات اللي نستلبنا يعني او اي حاجة رئيس لان المرأة زمان كان مكانش لها دور جامد دلوقتي بقى لها دور جامد جدا في فعاليات كتيرة قوي يعني وصلت انها بقت وزيرة وسفيرة ومديرة ويعني حاجات كتيرة جدا وكل ده بفضل سيادة رئيس يعني انا حسن هو بيحبنا قويا اه تمام احنا الجمعية عندنا برضو عندها حالات كتيرة قوي من الارامل والايتام والزاوي الاحتياجات اه بنحفز قوي بالنسبة للارامل والحالات اللي عندنا احنا وصلنا تقريبا 600 حالة يعني تقريبا 400 اسرة اه الجمعية بتعيتنا في حلوان احنا يعني بنحاول نوصل مع الاسر دي ان احنا نسعيدهم على قد ما نقدر مش بنسعيدهم ماديا بنسعيدهم ان هم مثلا لو بيعملوا اي مشغولات يدوية اي معارض اي هند ميد اي واحدة بتعمل ملايات سرير واحدة بتعمل مثلا شغل هند ميد شغل كرشي شغل تريكو شغل يعني خرز اي شغل ان شاء الله ميداليات اي حاجة يعني انا عندي طالبة بتعمل شغل ميداليات في عندي ناس بيعملوا شنط وحاجات زي كده احنا بنحاول نوصل صوتهم بنعمل معارض عن طريق وزارة التضامن بيتصلوا بينا قلونا المعارض بتاعتنا مثلا في المكان الفلاني بتبقى باسعار مدعمة واحنا بنحاول ان احنا نوصل لهم الحاجات دي انا فكرة عندي ان انا ما بديش حد فلوس في ايديه الفكرة ان انا بساعده ان هو يوصل يعني اه ان انا بحلله المشاكل بتاعته المرأة مثلا بحاول ان هي لو المرأة هي بنحاول ان احنا نعمل معها اي واجب ان احنا مثلا نساعدها ندعمها نعملها ناخد الشغل بتاعها نعمله لو في حد من أولادها محتاج أن هو يشتغل إحنا بنساعده أن هو يوصل بنوفر لهم فرص عمل لأن أنا أي معناه أن أنا هديها دلوقتي فلوس وبقرة الصبح هتحتاج لأن مهما أخدت برضو هتحتاج إحنا برعاية الشؤون الاجتماعية ومزارة التضامن والمكتب بتاعها اللي في حلوان إحنا يعني بندربهم على بعض المشغولات اليدوية وبعض المشغولات اللي هي مكن الخياطة والحاجات دي بس يعني أنا دخلتهم في أماكن بس أنا محتاجة يعني مكن خياطة ومحتاجة حاجات بحيث أن أنا يبقى المكان متوفر عالدي وإحنا ضربناهم على فيه مثلا سيدات عملنا لهم محقومية فيه سيدات يعني أخدنا الشغل بتاعهم عجبنا حقا ناس تعلمهم شغل هالدميد شغل تريكو شغل الكالفا شغل حاجات زي كده شغل ملايات سرير طلعوا مفارش وأطقوا حاجات كتيرة وإحنا برضو بيحتاجين إن إحنا يبقى لنا بقى كبير في موضوع المعارض على أساس إن هو الناس دي تارت شغلها الدولة أو دور الدولة في رعاية المرأة وتكرمها ورفع معنوياتها وإن الدولة بتقدم حاجات حلوة أوي للأم المعيلة وبتنمي المشروعات الصغيرة بنعمل حاجات كتير أوي أوي وكل دوت بمساندة وزارة التضامن الاجتماعي بعد مساندة الدولة عموما يعني الرئيس عبدالفتاح السيسي إدى حق للمرأة أو حق للكرسي أو حق المرأة في الكرسي السنازي أو الدورة ديت بشكل كبير قوي تقريبا بنسبة 50 أو 60% بنعمل مهاراتها بنعمل لها مشاريع صغيرة تقدر الوقت تكفل أولادها سواء الأم المعيلة الأرملة أو المطلقة عكس زمان خالي الزمان كانت الأم بتستنى المساعدة والمساهمة من الغير أو من الأهل والأقارب وإلخ لا لا دلوقتي هي معتمدة على نفسها إكفاء ذاتي في حاجات كتير أوي مشروعات صغيرة تشغيل مشاغل حاجات حلوة كتير عملتها الدولة لدور المرأة خصوصا الأم المعيلة إثبات الزيت أنا واحدة من الناس أنا البكاريوس بتاع الأسر العيني عملت أدمنستريشن هزبيتل إدارة مستشفيات وأخذت مستريتز أنفاكشن كونترول مكافحة عدوى بقيتمسك مطر المستشفيات أطنطق بيقالوا أو بيشجعوني أن أدخل النقابة مجلس النواب مجلس محافظة المرأة يعني المرأة دورها طبعا ما ننكرشي والأخير هي التنافسة مع الرجل المرأة حاليا وزيرة بنقتضي بالوزيرة بتاعتنا الدكتورة نيفين القباج المرأة وزيرة المرأة سفيرة المرأة إن شاء الله نحلم أنها تكون رئيسة إن شاء الله في سنة من السنوات القادمة بإذن الله تعالى المرأة هي الأم، المرأة هي العمود، المرأة هي الأسرة، المرأة هي المقاومة الأساسية المجتمع ككل وهي أم الرجل الناجح وهي زوجة الرجل الناجح أنا هتكلم عن دور الدولة خصوصا في المجتمع المدني في النهوض بالمرأة أولاً الدولة وهي من القديم يعني بصراحة من القديم كان بتتمي بالمجال دوت سواء المرأة أو الطفل أو الفتاة أو الإبنة أو الطفلة أين كانت من عمرها البلوغي من الطفولة حتى الأمومة يعني من خلال المجتمع المدني أنا حالياً أنا أحب أن أنا أحب أقول نهاردة دور النهاردة وجودي بتكلم عن دور كمان المرأة في المجتمع المدني المجتمع المدني هو يعتبر أزراعة الدولة يعني حالياً في الوقت الحالي للنهوض بالدولة بما فيها أن معظم المجتمعات المدني حالياً بتقودها هقول إمرأة يعني في كل مجالة تلاقي رئيس مجلس إدارة إمرأة كل جمعيات معظمها الجمعيات الأهلية معظمها إمرأة فدخلوا في المجالات اللي بتناهد الدولة سواء بالاهتمام بالأمومة بالأول أو الطفولة بالدعم النفسي بندوات بتوعية بصخافات فدول الدولة طبعاً هي بتدينا قوانين حماية المرأة قوانين مجالس خطوط ساخنة 24 ساعة فالحقيقة إحنا يعني بنشكر السيد الرئيس الجمهورية عم بفتاح السيسي لأنه مشدد كمان على الاهتمام بدول المرأة أو منع أي عنف ضد المرأة واتخاذ القوانين الصارمة ضد أي متعد على إمرأة سواء حتى لو كان الزوج يعني أو أي أحد يعني مش عارض يكون أحد غريب لكن في كمان خط ساخن حقوق الإنسان للمرأة ففيه اهتمام كبير من جالب الدولة بنشكر الدولة المصرية على الاهتمام دولت بالمرأة يعني بالفعل بالفعل أنا زي ما ذكرت وقلت سابقاً أن هي دخلت في كل المجالات هي حالياً وزيرة هي سفيرة هي وزيرة أقول استثمار وزيرة فالحمد لله هي دخلت في كل المجالات ما فيش فرق من أي مجال مجال هي امرأة بتتساوى مع الرجل في الفي نهاردة بيدعم قيمة موجودة في الأديان السماوية السلاسة وهي دعم المرأة وتقييم المرأة والحقيقة إحنا على ثقة كاملة وتم أن المرأة هي نصف المجتمع وبالتالي هي مسؤولة عن تربية النصف الآخر ولكن احنا النهاردة في مجتمع دعم المرأة ودعم الفتيات والسيدات وده الدورة الرابعة لهذا المؤتمر قام السيدة طبعاً المتحدثون الحقيقة في أغلبهم أساتذة كبار في هذا المجال ومتخصصين لإضاح مدى أهمية الدعم النفسي للمرأة المصرية والسيدة والفتاة بشكل خاص الحقيقة النهاردة ألقنا الدوق على دور الدولة في دعم السيدة المصرية وطبعاً كلنا نعلم أن الجمهورية الجديدة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم المرأة بقوة والحقيقة حصل في الفترة السابقة والأوين الأخيرة عدة خطوات كانت همة وهي مثلاً تمثيل المرأة في الجناحي البرلمان بـ 25% وتعديل بعض القوانين وسن بعض الإجراءات الحقيقة كل ده بيساعد السيدة المصرية العظيمة في دعم المجتمع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وده اللي احنا بنركز عليه النهاردة فهذا الملتقى العلمي الراقي والحقيقة طبعاً الدولة عاملة لدرجة أن كان العام اللي قبل الماضي كان اسمه عامل مرأة واحتمال كبير يكون فيه أعوام قادمة بتمس قضايا همة بتدعم فيها المرأة يعني مثلاً لو قلنا أن مبادرة حياة كريمة اللي قائمة عليها النهاردة الدولة هي دعم للمرأة دعم للمرأة المعيلة دعم للمرأة الأرمالة دعم للمرأة المطلقة وهي الأسف شديد يعني بتصلح ما أفسده السنوات السابقة يعني كلها حضرتك هي فعلاً دعمة للسيدة المصرية والسيدة بشكل خاص ولكن احنا النهاردة بندعم قيمة وهي تعظيم دور المرأة في المجتمع وتقليص النظر الخاطئة بعدم المساواة ولكن أنا الحقيقة لي نظرة خاصة وده بتكلم بصفة شخصية أن المرأة مهمة جداً للمجتمع ولكن هي دورها مكمل للرجل يعني احنا نقدر نقول النهاردة أن إذا كان المجتمع قائم على شقيه فهو قائم على الرجل والمرأة مع بعض فحضرتك إذا كانت المرأة مثلاً إذا يعني لو خدنا مثلاً مثال بسيط كده عشان السادة المشاهدين لو إحنا قلنا مثلاً إن الطيار القهرابي أو أي فيشة مثلاً فيها سالب وفيها موجب فإذا كان الرجل هو الموجب فالسيدة هي السالب وإذا كانت السيدة هي الموجب فالرجل هو السالب يعني بشكل أوضح إن مع الموجب والسالب بتكتمل الدورة القهربائية فبيكتمل المرجو منها لكن لو بقينا اتنين سالب مش هيبقى فيه حياة ولا فيه طيار قهرابي طيب لو بقينا اتنين موجب هتحصل قفلة وهو ده اللي بيحصل في الفهم الخاطئ يعني في بعض الفئات في المجتمع تعاملت مع بعض قضايا المرأة بفهم خاطئ عشان كده النهاردة بعندنا نسبة عالية جداً من المطلقات بعندنا نسبة عالية جداً من العنوسة بجانب النهاردة فإحنا عايزين نصلح الفكر ده عايزين نقول للمرأة أنت مهمة جداً لوطنك مهمة جداً لبيتك مهمة جداً لعيلتك وإحنا كمجتمع إعلامي ومجتمع مدني ومجتمع أهلي ورانا حكومة قوية بتؤكد ده موسيقى